زيارة مفاجئة لصنعاء قام بها المبعوث الأمم إلى اليمن مارتن غريفث أسفرت عن تقدم وصف بالجوهري على صعي تنفيذ اتفاق الانتشار المتبادل بمدينة الحديدة وموانئها الثلاث لا يزال حتى اللحظة محل شكوك بشأن مصداقيته الميدانية خلال الأيام الثلاث الماضية تفاوت موقف ميليشيا الحوثي حيال خطة رئيس بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال الديناماركي مايكل لوليسغارد بين القبول والرفض ثم القبول من أن الخطة توعيد تفعيل المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم المواقع في الثالث عشر من شهر ديسمبر من العام المنصر وكانت لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار قد عقدت اجتماعات في فندق تاج أوسان استمرت يومين برئاسة روليسغارد انتهت الاتفاق بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات وفقاً لاتفاق برعاية المنظمة الدولية ينص على مغادرة القوات التابعة للطرفين مدينة الحديدة وذلك وفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك البيان أكد أن الطرفين توصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات بعد مناقشات مطولة لكن بناء سهلها رئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق الانسحاب لكن أي موعد لم يحدد بشأن البدء بنزع السلاح كما لم يؤكد أي من طرفي الصراع في الحديدة صحت ما جاء في البيان الأممي وأوضحت الأمم المتحدة في بيانها أن الطرفين اتفق أيضاً بشكل مبدئي على المرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادل بانتظار إجراء مزيد من المشاورات مع قياداتيهما لا جديد إذن أضيف إلى ما تم الاتفاق عليه في السوكهولم في ديسمبر الماضي كما لم يوضح بيان الأمم المتحدة ما إذا كان الاتفاق يتضمن قبولاً باتشار قوات دولية كما هو مقرر وفقاً لخطة لوليسغارد والأهم من ذلك أنه لا موعد مقرر حتى الآن لبدء الانسحاب المتزامن لمقاتلي الحوثيين من الموانئ والمناطق الحرجة في مدينة الحديدة كلمة السر فيما جرى في الحديدة تتمثل في زيارة مارتن غريفث المفاجئة إلى صنعاء في مهمة هدفت على ما يبدو إلى إنجاز اختراق في الحديدة وإن كان غامضاً في تفاصيله يسبق انعقاد مجلس الأمن الثلاثاء المقبل ويؤكد ما كانت قد توصلت إليه الرباعية الدولية التي أعلن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت خلال اجتماع عقدته اللجنة في وارسو أن الحوثيين سينسحبون قريباً من الحديدة